في معرض جوابه عن أسئلة شفاهية حول الاستعدادات الجارية للتحضير لامتحانات الباكالوريا خلال جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية بمجلس النواب أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى أن العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري بلغ 426 ألف مترشح بزيادة بلغت 18% مقارنة مع السنة الماضية وأضاف السيد بن موسى أن 10% من هذا العدد ينتمون إلى التعليم الخصوصي فيما تنتمي 43% منه إلى المسالك الدولية مسجلا أن عدد المترشحين والمترشحات الأحرار بلغ هذه السنة 132 ألفا من خفاض بلغ 34% من جهته وردا على سؤال محوري حول أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية بنفس المناسبة أكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أن وزارة الداخلية ساهمت بما يناهز 62 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حدا في تجهيزاتها وأوضح السيد لفتيت أن الوزارة تقوم بأعداد برنامج وطني لتأهيل كل هذه الأسواق يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية أما وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربات المقيمين بالخارج ناصر بوريطة فأكد من جهته أن الوزارة نظمت من خلال الشبكة الدبلوماسية والقنصلية ما مجموعه 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب خلال السنة الماضية وذلك في معرض جوابه عن سؤال حول تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأضاف الوزير أن الوزارة ساهمت أيضا في تنظيم 150 منتدى اقتصاديا ومعرضا قطاعيا و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة علاوة على أنها توسطت بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاعا تجاري ترجمة نانسي قنقر